مباشرة من القدس ينضم إلينا مرسلنا أحمد دراوشي مساء الخير أحمد الآن يتم الكشف عن الحدث الأمني الذي تكتمت عليه إسرائيل في الأيام الأخيرة الحديث يدور عن مسلح دخل من جنوب لبنان ما التفاصيل التي تم نشرها أحمد في هذا الإطار؟ صحيح يحيى مسلح دخل من حدود لبنان وصل إلى منطقة مجدو على بعد نحو 60 كم من الحدود اللبنانية كانت معه كنبلة فجرها في تلك المنطقة الكنبلة هي من أكبر القنابل التي كانت موجودة ووضعت على مسرب وتسببت بالتفجير سيارة كانت على مسرب آخر لاحقا بعد العملية انطلق الشاب مرة أخرى إلى الحدود الشمالية باتجاه لبنان وهناك كان عليه حزام ناسف وقبل أن يقوم بعملية تفجيرية أخرى قتله الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية قرب قرية يعرى اللبنانية بحسب المعلومات الأولية الواردة لكن الأسئلة التي تطرح هي أكثر إلى الآن لا يعلم كيف اجتاز الحدود كيف وصل من لبنان إلى منطقة مجدو هذا أولا ثانيا لا يعرف إن كان الأسلحة التي كانت بحوزته دخل بها من لبنان ووصل فيها إلى منطقة مجدو قرب جنين أم أنه حصل عليها من أشخاص يساعدونه داخل الخط الأخضر هذه الشبهات لا تزال إلى الآن هي التي يبحث فيها الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية كان هناك نشاط أمني مكفف لقوات الأمن الإسرائيلية في منطقة الجليل وفي المنطقة المحيطة بمجدو كانت هناك خشية من تسلل مجموعة كاملة من لبنان وصولا إلى داخل الخط الأخضر لكن الجيش الإسرائيلي يقول أن هذا لم يحدث وهناك تحقيقات أيضا في عدة أمور إن كان حزب الله يقف خلف هذه العملية أو الفصائل الفلسطينية الموجودة في لبنان أو سوريا خصوصا أنه خلال الساعات الأخيرة انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي بيانات لمجموعة تسمى قوات الجليل تدعي مسؤوليتها عن هذا الهجوم التفجيري لكن إلى الآن الجيش الإسرائيلي لا يعلق على هذه الأمور ويقول أن العمليات جارية أيضا كانت هناك تهديدات إسرائيلية لحزب الله اللبناني في حال ثبت ما تقول إسرائيل إنه تورطه في تزويد الشاب بالأسلحة أو إن كان عنصرا في حزب الله اللبناني بالإضافة إلى ذلك جثمان الشهيد أو جثمان الشاب الذي قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي لا زال محتجزا في إسرائيل وتقول إسرائيل أنها منعت هجوما آخر كبيرا في تلك المنطقة لا يعلم إلى الآن عن وجود اعتقالات داخل الخط الأخضر لكن سلطات الاحتلال لا تستبعد وجود أشخاص ساعدوه من داخل الخط الأخضر من البلدات العربية داخل الخط الأخضر كل هذه الأسئلة لا تزال غير الإجابات غير معروفة عنها ما سمح بالنشر فقط هو للإجاز مرة أخرى أن مسلحا إجاز الحدود اللبنانية قام بتفجير كنبلة في منطقة مجدو التي تبعد عن الحدود نحو ستين كيلو مترا ومن ثم نجح في الوصول إلى الحدود اللبنانية وقبل أن يفجر الحزام الناسف يدعي الجيش الإسرائيلي أنه قتله يحيى نعم أحمد وأن أذكر أن ما تسمى بقوات الجليل الذئاب المنفردة في حسابها على تيليجرام نشرت قبل قليل أنها ستصدر بيانا في الدقائق القادمة ربما حول هذا الأمر أشكرك جزيلا على كل هذه الرضاحات مراسلنا أحمد دروشي كنت معنا من القدس شكرا لك ترجمة نانسي قنقر